موضوعنا اليوم تصحيح العلاقة بعد الخيانة طبعاً أنا ليش اخترت هذا العنوان؟ لأنه حقيقة يعني تعرض علي كثير من المشاكل وخاصة في العلاقات خارج إطار الزواج مع انتشار السوشال ميديا مع انتشار شبكات الاجتماعية فالعلاقات تعرفون يعني صارت يعني لما نتكلم من عشر سنين وعشرين سنة الوضع مختلف عن اليوم أول من عشرين سنة كان يعني الشاب لما يكلم بنت هذا شيء كبير خاصة عندنا احنا في يعني مجتمعاتنا أو في إطار الأسرة المحافظة بشكل عام أياً كانت في العالم كلها اليوم لا صار كلام الشاب للبنت يعني صار شيء طبيعي جداً وعادي يعني يصيرون زملاء وأصدقاء ويتكلمون مع بعض ويطلعون مع بعض وبعضهم يسافرون مع بعض فالأمور توسعت بشكل كبير جداً وهذا ربما يعني أثر على العلاقة الزوجية لأنه قد تكون هذه العلاقة موجودة قبل الزواج لكن لما يدخل كل الزوجين في إطار الحياة الزوجية هنا لابد أن تكون هناك قيود معينة لكن يحدث مثل هذه الأمور وبالتالي أنا أطرح سؤال كيفية تصحيح العلاقة بعد الخيانة؟ الآن مفترض في لقائنا اليوم أن الخيانة الزوجية وقعت يعني أنا الآن مقعد أتكلم عن حماية الخيانة لا، أنا أتكلم أنه في حالات الخيانة الزوجية وقعت وسواء وقعت من الرجل للمرأة الآن رح نناقش هذا الموضوع أنا الآن مقضيتي الخيانة نفسها لا، أنا أتعامل مع شريحة من الرجال والنساء بعد ما وقعت الخيانة الزوجية يبون يصلحون علاقتهم الزوجية ويبون يستمرون فيها ولذلك هنا عندت أسئلة هل نستمر أو لا نستمر؟ هذا سؤال مهم طيب وإذا بنستمر كيف نستمر؟ وطبعا في دراسات أجنبية يعني ما تعبر عن مجتمعاتنا العربية لكن أرقام نقولها من باب الاستئناس يعني 80% من النساء اللي أزواجهم ويخونونهم هذه النسبة طبعا غربية أجنبية في الغرب 80% مستعدين يستمرون في الزواج لكن هم يقولون 80% ما عندنا القدرة على العفو والمسامحة يعني إحنا مستمرين بس شايلين بقلبنا طبعا هذه مرة ثانية أؤكد هذه النسبة أجنبية بنسبة 80% طيب الرجال الرجال عند الغرب 95% إذا الزوجة طبعا خانت 95% منهم لا يقبلون الخيانة ولا يستمرون حتى مع الزوجة نفسها وهنا حقيقة يعني هذه إشكالية يعني مهمة جدا وبالتالي لابد أن نحن يعني نناقشها اليوم وهذه إشكالية لابد أن نناقشها اليوم فيما لو صارت مثل هذه الأمور في حياتنا إحنا بشكل عام بس دقيقة واحدة أنا يبدو جماعة الإنستغرام صار عندهم مشكلة طيب إن شاء الله نكون عالجنا مشكلتكم طيب أنا حاولت أحصي أسئلتكم اللي سألتوني إياها يعني تقريبا طلع معاي مجموعة من الأسئلة وأقولها لكم الآن وأبدأ أجاوب عليها واحد واحد طبعا حرست أني أخذ الأسئلة اللي نفس العنوان تصحيح العلاقة بعد الخيانة السؤال الأول هذه الخيانة الزوجية نهاية العلاقة فيه جواب سريع وفيه جواب بطيء الجواب السريع لا الخيانة الزوجية لا تعتبر نهاية العلاقة لأنه الخيانة الزوجية إذا بنشوفها في المنظور الديني أو انشوفها في المنظور الاجتماعي في كل تالحالتين هي عبارة عن هفوة أو زلة أو غلطة يرتكبها الإنسان هذه الغلطة صح أنها كبيرة صح أنها جريمة ولذلك حكمها في الشريعة الإسلامية لو هذا الرجل متزوج الرجم حتى الموت لو ارتكب زنة فقط وحدة يعني زنية وحدة الرجم حتى الموت طبعا الزنة معناتها خيانة حتى بس نتفق على مفهوم الخيانة يعني الآن لما زوج مثلا يتكلم مع البنات فقط كلام فقط أو يطلع يتمشى مع وحدة أو زوجة تتكلم مع رجل فقط كلام طبعا هذا نحن الآن نسميه خيانة لو كان لهدف معين أو في ضوابط معينة ويكون فيها احترام وتقدير أثناء الحوار والكلام هذا ما فيها شيء وين الإشكال؟ الإشكال اللي هي الكلام بهدف التسلية وبهدف الترفيه وبهدف بناء علاقة وقد تصل هذه علاقة إلى علاقة عاطفية هنا دخلنا في الكرت الأحمر هنا عند المصطلحات تفرق إذا بنتكلم في الجانب الديني فإحنا عندنا شيء اسمه صغيرة وكبيرة معصية صغيرة معصية كبيرة المعصية الكبيرة هي الزنا والصغيرة اللي هي التحرشات خلاص؟ هذا واحد إذا بنتكلم في المفهوم الاجتماعي لا هنا عندنا أنه هذا بعض الزوجات بعض النساء يسميها خيانة حتى لو ما ارتكب الزنا بمجرد ما يتكلم مع بنات لو بالسوشال ميديا تقول زوجي خانني طبعا بالنسبة لي هذه ليست خيانة طبعا ما هي قصدها بالخيانة؟ هي قصدها بالخيانة أنه طيب إحنا متزوجين والمفروض هو يحترم هذه العلاقة ويقدرها ولا يفتح علاقة مع امرأة أخرى وبالتالي كونه فتح علاقة مع امرأة أخرى إذن هو خانني هذا المصطلح الدارج والمنتشر أنا الآن أمام حالة سؤال هل الخيانة الزوجية نهاية العلاقة؟ الجواب لا ولذلك أنا حتى في الاستشارات التي تعرض علي لو زوجة عرضت علي قصة خيانة زوجية تقول لي أطلب الطلاق أول جواب أجاوبها لا بعدين أدخل بالتفاصيل في بعض الحالات نقول نعم أطلبي الطلاق في بعض الحالات نقول لا يعني أنا عندي من شهر حالة أنا نصحتها بالطلاق ليش؟ لأنه هذا رجل معدد في الغيانات والزنا وقاعد ينقل الأمراض للزوجة والزوجة حامل وانتقل المرض للجنين طبعا كلمتها ألف مرة انصحتها ألف مرة استخدمت ألف وسيلة الرجل مستمر طيب هذه الحالة الانفصال أفضل فإذن إحنا بس نقدر الطلاق على حسب الحالة يعني الثوب انفصله حسب الحالة لو تعرضون علي الآن خمسة عشر قضية خيانة يمكن أنا أقول لكم في ثنتين أو ثلاثة منهم الأفضل الانفصال لكن اثنع عشر قضية لا الأفضل للإستمرار وفي أفكار ذكية ممكن إحنا نستخدمها وممكن نطبقها وإذا حبيتوا ممكن أذكر لكم بعض الأفكار ما عندي مشكل يعني إذن أجاوب على السؤال هل الخيانة الزوجية نهاية العلاقة الجواب لا لكن لما أنا أكتشف الخيانة أنا أحاول أعالج وأعرف الأسباب ويمكن هذه يعني واحدة من الأسئلة اللي يات وينها أيها السؤال الثالث ما هي أبرز أسباب الخيانة يعني شوفوا هو فيه خمسة نقاط مهمة جدا في أسباب الخيانة خمسة أسباب رئيسية طبعا أنا صار لي يمكن أكثر من ثلاثين سنة ودخلت قضايا خيانات يعني بالآلاف مو بالمئات بالآلاف أقدر ألخصها بخمسة نقاط النقطة الأولى الإهمال وكثرة الغياب يعني إهمال الزوج لزوجته يخلي الزوجة تضعف يمكن تبدي بعلاقة مع رجل إهمال الزوجة لزوجها كذلك يتخلي الزوج يضعف قد يفتح علاقة مع فتاة أو امرأة عادة الإهمال الآن في تفاصيل أنا ما أعرف ليش صار الإهمال هل والله في منصب جديد جاء للزوجة فانشغلت في المنصب والعمل هل في منصب جديد جاء للزوج فانشغل وأهمل زوجته والزوجة قد تكون من ناحية العاطفية وبالتالي هي محتاجة دائما دعم عاطفي لكنه مشغول بعمله هل الزوج مثلا عنده أم وأب كبار بالسن ومشغول معاهم أهمل زوجته هل الزوجة مثلا عندها أطفال وعندها واحد من الأطفال مثلا يحتاج رعاية خاصة فأهملت زوجها يعني الأهمال في تفاصيل كثيرة ما بيأدخل بالتفاصيل لكن هو العنوان هذا واحد اثنين واحدة من الأسباب التي أنا أشوفها مهمة التي تشجع الخيانات خيانات بمفهوم الزنا ضعف الثقافة الجنسية اليوم مع انفتاح السوشال ميديا والإنترنت والتكنولوجيا فصارت المعلومات الجنسية متطايرة بالفضاء وصار اليوم الحصول عليها سهل 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 جدا طيب لما يكون رجل مثلا تزوج عمره 27 سنة وقبلها 27 سنة شايف اللي ما ينشاف وبعدين دخل على زوجة متواضعة جدا في الثقافة الجنسية أنه راح يصير عنده ردة فعل لأنه عنده طلبات معينة عنده أشياء معينة تسعده ما قاعد يشوفها طيب بالمقابل نفس الشي المرأة المرأة الآن لما تتزوج عمرها 25 ستة وعشرين شايف اللي ما ينشاف فلما ييها رجل متواضع جدا في الثقافة الجنسية هنا يصير فيه إشكال وهذه قضايا كثيرة أنا مرت عليه هذا السيب الثاني السيب الثالث قد يكون فيه أسباب تربوية يعني أنا مرت عليه حالات الزوجة خانت فلما بديت أحقق في الموضوع فاكتشفت أنه هالزوجة هالمرأة متربية فيه بيت كانت تشوف أمها أمها عندها علاقة مع رجال ومرت عليه حالات الزوج يخون فلما أحقق في الموضوع أكتشف لما كان طفل كان يشوف أبوه وكان يشوف أمه تصرخ على أبوه وتعصب على أبوه وتشتم أبوه لأنه كان يخون فصارت الخيانة عنده يعني يعيشها فلما كبر صار عنده نموذج الأب أنه يخون طيب الآن هذا السيب الثالث أسباب تربوية السيب الرابع الماضي في بعض الرجال وبعض النساء يصير عندهم ماضي ما قبل الزواج وهذا الماضي مفتوح فيه العلاقات ومفتوحة فيه الصداقات وأحيانا الماضي يتعدى الكرت الأحمر طيب هني تصير إشكالية وأنا عرضت عليه حالات كثيرة لما يصير زواج هني يصير فيه إشكال بعض الرجال ما يجد أنه الزوجة قاعدة تريحة مثل ما كان هو مجرب في الماضي هو حين قاعد صار عنده مقارنة مع الماضي هذا إذا كان الرجل مثلا ضعيف إيمانيا ضعيف دينيا خلاص هذا ما يخاف الله فيصير الباب عنده مفتوح المرأة نفس الشي أنا على فكرة عندي الحالة يعني أنا في الأسباب اللي قاعد أتكلم فيها أنا ما أتكلم عن رجل يعني هي هي القضية ما هي قضية رجولية هي الخيانة في الأخير معصية قد ترتكبها المرأة ويرتكبها الرجل وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم الزنا ارتكب من قبل الرجال وارتكب من قبل النساء فأيب الأخير هو ضعف بشري يمر فيه الإنسان سواء كان رجل أو إمرأة السيب الخامس وهذا حقيقة مر عليه كثير أنا وهذا مر عليه في آخر 15 سنة أول ما كان يمر عليه هالسبب بس حين بقوله لكم الفجوة الفكرية والثقافية بين الزوجين هذه وين تصير تصير مثلاً الزوجين يتزوجون ويصير الزوجة يعني يكمل دراسات عليا ماجستر دكتورة يصير عنده منصب يعني إلى آخره والزوجة باقية كما هي فيصير بعد 15 سنة زواج لما ييز زوجة بيتكلم مع زوجته ما يحس أنها ماشية معها بنفس الخط فيبدأ هنا يصير يتحمل مرة مرتين ثلاث بعدين يقول حق نفسه أنا ماني مرتاح بالزواج فهو الحين يصير بين نارين بين أنه يعرف لو تزوج ثانية يمكنه في مجتمع ما يقبل الزواج الثاني أو التعدد أو ربما زوجته نفسها ما تقبل وعند عيال فلما يتزوج ثانية قد زوجته تتخذ قرار بدمار هذا البيت ترك البيت وهو ما يبي يدخل هالمعركة ولا يبي هدم بيته ويعرف في نفسه أن القضية بالنسبة لها قضية مؤقتة أنا بس أبي وحدة يعني لما أتكلم معها وسولف يعني ماشية معي بالخط وفيه انسجام بيني وبينها وهو يبي هذا الطلب خمس سنين ست سنين عشر سنين بعدين خلاص ما بي أنا خلاص طبعا بعضهم يفكر بهذه الطريقة فيقول لك خلاص خليني أنا أدخل هذا الخط وأبدأ في العلاقات المحرمة بس على قد أشوف لي وحدة نفس مستوي وأشبع ذاتي وأشبع نفسي وبعدين خلاص بعد ما أنا أشبع انتهى بعدين أرجحك زوجتي مرة ثانية بعضهم يفكر بهذا الاتجاه عرضت عليه حالات من النساء بنفس هذا الخط أن زوجها يعني مستوى متدني جدا علميا ثقافيا فكريا وهي ما شاء الله تبارك الرحمن يعني تدير مؤتمرات فكرية فتتعرف على الرجل بهذا المستوى فيصير بينهم علاقة وإلى آخره يعني إذن هذه خمسة أسباب أنا أشوفها طبعا رئيسية فوق هذا كله يعني إذا بنحط مظلة للخمسة أسباب اللي تدفع الرجل أو المرأة للخيانة أو الزنة اللي هو ضعف الإيمان كما قال نبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب المؤمن حين يكذبه مؤمن يعني المؤمن يمر عليه حالات ضعف إيمان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فلحفة الزنية يكون إيمان ضعف 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 لدرجة زيرو الصفر فيرتكب الحرام بعدين يمكن يرجع لعقله يأنبى ضميره يتوب يستغفر بعدما يرجع للإيمان وهذه طبيعة بشرية يعني اللي هي ارتكاب المعاصي فالجذي أكون أنا جاوبت على السؤال لأن الأول هل الخيانة الزوجية نهاية العلاقة قلت لا السؤال الثاني ما هي أبرز هي أسباب الخيانات كثيرها يعني أنا كاتب مقالات في الموضوع يعني كثير لكن أنا أخصت لكم إياها بالأبرز وليس كل أسباب الخيانات لأنه في من أسباب الخيانات متعلقة بالرجل وهي فيها تفصيل وفي من أسباب الخيانات متعلقة بالمرأة وهي فيها تفصيل بس أنا أعطيتكم القاسم المشترك خمسة وقلت لكم المظلة اللي هو الضعف الديني أو الإيماني للرجل والمرأة